ترجمة نانسي قنقر الاغاثة والانقاذ الى ارسال رسالة مشتركة الى المجتمع الدولي والامم المتحدة للتنديد بسياسة ارسال المساعدات الانسانية واكدت المنظمات السورية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته تحت عنوان انقذوا سوريا المنكوبة ان السوريين تركوا وحيدين لقدرهم رغم هول تداعيات الزلزال المدمر للأسف كان فيه تأخير كتير كان فيه اعتزار من الامم المتحدة ولكن ما اتوقع هذا الاتذار رح يرجع ارواح الاشخاص اللي نحن فقدناهم تحت الانقاذ بما يخص الزلزال الاخير اللي صار في شمال غربي سوريا كذلك الامر هو توضيح لهذا التقصير المتعمد او يكاد ان يكون متعمد تجاه الشعب السوري المكلوم امام هذا الوقع الانساني الصعب طالبت المنظمات المدنية والاغاثية والانسانية السورية بفتح المعابر الانسانية جميعها مع تركيا والعراق امام دخول المساعدات وعدم حصرها بالنظام السوري المسؤول الاول عن المأساة السورية ونناشط بفتح جميع المعابر مع الدولة التركية وايضا معبر العربية بادخال المساعدات الى شمال غرب سوريا ونحن لن نقبل دخول المساعدات الا من هذه المعابر فقط رفض تؤكده عشرات المقاطع المصورة والتقارير التي تبين سرقة الاسد وقواته والميليشيات الايرانية للمساعدات وابتزازه للمنظمات الانسانية وها هو اليوم يجد الفرصة السانحة لاستخدام زلزال مميت لاعادة تأهيل نفسه مع المجتمع الدولي بالتقاط الصور والضحك مع زوجته في منطقة منكوبة ولا يتوانى بعدها عن مواساة المدن المتضررة من الزلزال والواقعة فقط تحت سيطرته وتناسيه عمدا مصاب ملايين السوريين في الشمال المنكوب